دق مربو المواشي هنا بمنطقة الشطايا ببلدية سيغة بولاية خنشلة ناقوس الخطر بعد الجفاف الذي ضرب المنطقة كما أن أغلب الآبار المنجزة ينعدم فيها الماء مما حتى معل المولين شراء شاحنات وصهريج المياه تثقل كاهلهم وترفع من المصريف التي يتكبدونها اليوم نحن نعانيه من نقص المياه ومن الطريق ورانا اليوم هذا الغاد الخير كامنا وراه في ضياع راح يروح كما ما يكونش عندنا الماء وما يكونش عندنا الطريق راح نخليه وهم غلبنا من السيتيرنا نجيبه غير بالسيتيرنا تعال ما نشري فيه بالمياه وخمسي في السيتيرنا وما كان شو تحت معنى لساعد ما كانش من يجيبه عندنا المواشي وعندنا الأرض وعندنا لازم انتعنا في اللاحة وحنا نحتاجين الماء بزاف خلاص المواشي انتعنا ما كان شويد الماء بدا يروح احنا تعبنا على جلال ما هذا وآشار مولون إلى أن شح الأمطار أثر على منسوب المياه في عديد الآبار وهو ما أدى إلى نقص وعدم كفاية الآبار الموجهة لشرب الأغنام حيث بات ذلك الهاجس الأكبر للمولين دانونا فوراج أكتوف فيها وعيد عليها بياربي بعشرين متر وضركوا فيها ثلاث سنين مسكر ما يخدمش وانا شيء أكتوف فيه أكتوف فيه راني ينشري في الماء من البقرات الغلم للعباد الكلش ما عندنا لشجرة لولو شجرة ما نسعواش من اللي كانت المنطقة هذه بالشجر ومعروفة سقالة هذه بالشجر اليوم ما فيها الشجر هذا وجدد الموالون استغاثتهم للسلطات والمصالح الفلاحية في ولاية خنشلة للتدخل وتقديم الدعم لهم لإنقاذ هذه الثروة الوطنية من الضياع اشتركوا في القناة